بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذا الفيديو سوف أقدم وصفات رائعة جدا بالتمر أو مريسة التمر بما يسمى بالمريسة هذه هي المريسة وهي أن نأخذ كمية من التمر أي نوع التمر متواجد عندك ينقع في الماء أو ماء الورد حسب الرغبة وبعدها يمكن طحنه حسب المتوفر عندك بالطاحونة الكهربائية أو فقط باليد الطريقة التقليدية لعمل المريسة هي عن طريق اليد كانت تطحن عن طريق اليد أو بالطاحونة اليدوية ولكن الآن يتوفر لدينا الطاحونة الكهربائية أو المولينكس نستطيع استعمال هذه الوصفة بالمولينكس هذه هي المريسة قلت وتسمى المريسة في بعض الدول العربية طريقتها سهلة وهي كانت تستعمل فقط بماء الورد يعني التمر يكون مطحون بماء الورد ولكن في تطورت الوصفات وتعددت وبهذا الفيديو سوف أقدم عدة طرق لعمل هذه الوصفة من أجل إزالة التجعيد هي تعتبر كبوتوكس طبيعي لإزالة التجعيد والحفر وكذلك تبييض وتفتيح البشرة إضافة إلى إزالة البقع والكلف وكل مشاكل البشرة هنا بأول وصفة نبدأ هذا الفيديو نحتاج إلى كمية من المريسة قلت ونحتاج للبان الذكر هذه الوصفة رائعة جدا ونتائجها سريعة وهي قوية لأن بها لبان الذكر أو العلك المر بديل اللبان الذكر هنا يمكن استعمال المستكا المستكا أو المر إذا توفرت المر كذلك يمكن نقعها في الماء واستعمالها أو طحن المستكا هنا في هذه الوصفة واستعمالها كبديل للبان الذكر أولا نأخذ اللبان الذكر ونقوم بنقعه في الماء الماء يكون هنا مغلي لتسريع ذوبان اللبان الذكر نأخذ حوالي قطعة من اللبان الذكر تكون كبيرة الحجم مع ربع كوب من الماء نتركها لتغلي حتى نتحصل عليه مائل إلى لون الحليب وهذا هو اللبان الذكر الأصلي نأخذ اثنين ملاعق صغيرة من المريسة قلت مطحون التمر هي وصفة هي طبعا وصفة قديمة جدا ونتائجها سريعة ونضيف عليها عفوا نضيف عليها اثنين ملاعق صغيرة من منقوع لبان الذكر ثم نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض وعلى بشرة نظيفة دائما يجب تنظيف البشرة قبل وضع أي ماسك بالغسول المناسب القناة بها عدة أنواع من الغسول التي تناسب كل نوع بشرة ونوزع كل هذه الوصفة بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه حتى منطقة حول العيون وعلى الهالات كذلك ممتازة لإزالة الهالات السوداء والانتفاخات وحتى هذه الوصفة تعمل على منطقة الجفون أو العيون الغائرة نترك هذا الماسك طبعا مع الاسترخاء وعدم الكلام أو أي حركة حتى لا تؤتي بنتيجة عكسية نتركه إلى أن يجف وبعدها نقوم بشطفه بماء فاتر ثم الماء البارد دائما من أجل غلق المسامات وحتى تبقى البشرة مشدودة لا نستعمل الماء الساخن في شطف البشرة بل ماء فاتر ثم الماء البارد وبعدها نقوم بترطيب البشرة يمكن ترطيب البشرة بزيت اللبان أو أي نوع مرتب متوفر عندك نستخدم هذا الماسك يوميا سواء في النهار أو في الليل قبل النوم حسب الرغبة وظهور النتائج يكون من أول أسبوع باستعمالك المنتظم لهذه الوصفة هي آمنة للحوامل والمرضعات وكل البنات طبعا إذا كانت لديهم مشكلة في التجعيد أو التسبغات من عمر العشر سنوات فما فوق يمكن استعمالها وبكل آمان صلاحيتها تدوم لمدة أسبوع كامل في مكان بارد وجاف وبعدها يمكن تجديد هذه الوصفة يمكن كذلك عملها لليدين وكذلك منطقة الركب لتفتيح الركب وحتى الكوعين ننتقل لعمل الوصفة الثانية نحتاج في الوصفة الثانية إلى صفار البيض هنا المقدار يكون ملعقة صغيرة من صفار البيض ونحتاج لاثنين ملاعق صغيرة من المريسة أو المريسة أو مطحون التمر ثم نضيف عصير البرتقال يمكن استعمال عصير الليمون ولكن هنا الوصفة مجربة بعصير البرتقال نضيف حوالي ملعقة ملعقة طعام من عصير البرتقال ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يمكن استبدال زيت الزيتون هنا بزيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان أو زيت جوز هند ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض صفار البيض وزيت الزيتون وعصير الليمون عصير البرتقال ونخلط المكونات جيداً بهذا الشكل نتحصل على خلطة كريمية نوزعها على البشرة تكون نظيفة جيداً طبعاً نقوم بتنظيفها جيداً ونوزع هذه الخلطة على كامل بشرة الوجه بداية بالرقبة ومنطقة حول العيون وحول الفم والجبين كل الوجه يترك لمدة 25 دقيقة وبعدها نقوم بشطفه الماء الفاتر ويمكن استعمال الغسول لإزالة آثار الزيت وبعدها الماء البارد يجب ترطيب البشرة جيداً بالمرطب الخاص أو أي نوع زيت تستخدمينه لترطيب بشرتك ويناسب نوع بشرتك استخدام هذا الماسك يكون بشكل يومي والنتائج تبدأ في الظهور كذلك من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذا الماسك صالح للحوامل والمرضعات وكذلك بالنسبة للبنات عشر سنوات صلاحيته كذلك تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة وبعدها يمكن تجديد هذه الوصفة بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته